بويلات الثبور توعد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني مملكة البحرين بما يقول إنها ثورة بدعوة أنها قطعت الخط الأحمر بإسقاطها الجزية عن متهم تدعمه طهران حاول إثارة القلاقل وسعي لإقامة نظام بديل في البحرين اللافت في التهديدات الإيرانية أنها أول مصدرت عن سليماني الذي يذرع سوريا والعراق جيئة وذهبا ليدير المعارك تارة ضد فصائل المعارضة السورية وتارة أخرى خلال هجوم القوات العراقية عليها تهديدات إيران في زعزعة أمن واستقرار البحرين ليست بالغريبة ولا الجديدة تهديدات تأتي أيضا في سياق مألوف الغطرصة الإيرانية التي لا تتورع عن دس أنفها في شؤون دول الخليج العربية وتهديد أمنها إيران ودول الجوار علاقات متوترة وتدخل مستمر هكذا ترسم إيران سياساتها الخارجية مع دول الجوار بالأفعال والتصريحات آخر تلك التصريحات هو توعد بإشعال الفتنة في البحرين على خلفية قرار المنامة سحب الجنسية من بحريني تعتبره طهران وكيلها تصريحات يفهم منها حسب قاموس العلاقات الدولية تحريض على العنف والإرهاب داخل حدود دولة أخرى تدخل إيران في شؤون دول الجوار لم يقف عند التصريحات بل تعداه إلى تشكيل خلايا إرهابية ودعمها بالأسلحة في أكثر من دولة خليجية وهذا ما كشفته التحقيقات في الكويت والبحرين بعد ضبط أسلحة ومتفجرات أرسلتها إيران لزعزعة الاستقرار كما تحاول إيران منذ قرابة أربعة عقود اللعب على وتر الطائفية في الدول العربية من خلال دعمها لميليشيات شيعية في لبنان والعراق وسوريا واليمن تدخل تل والتدخل ودعم جماعات بالسلاح والعتاد في الدول العربية الجارة والبعيدة هو ما تقوم به إيران سياسة ترغب منها طهران بسط نفوذها في المنطقة لا حسن الجوار في تطبيق حرفي لما أسماه الخميني بتصدير الثورة قبل أكثر من 35 عاما في المقابل تدعو الدول العربية والخليجية إيران إلى تغيير سلوكها ووقف تدخلاتها العدوانية في حال أرادت حسن الجوار رسالة بعثت تارة مباشرة لطهران وتارة عبر أطراف حاولت تدميل صورة إيران في عيون جيرانها معنا في الستوديو هنا الباحث في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد زغول أهلا بك سيد زغول رفع للسقف في التصريحات الإيرانية تجاه البحرين وقام ما قامت به طبعا من سحبة جنسية من هذا الشخص كيف يفترض الرد على تهديدات كهذه بداية لابد من فهم السياق الذي جاءت فيه هذه التهديدات حتى نستطيع مقاربة ردود صحيحة باتجاهه أنا باعتقادي هناك ثلاث عوامل أدت إلى رفع السقف بهذا الشكل الفاضح وبهذه اللغة الواضحة من جانب قاسم سليماني المسألة الأولى هي مسألة تتعلق بالصراع الداخلي بين التيارات الموجودة في الداخل الإيراني فكما رأينا في الأسبوع الماضي التعديلات التي أجراها ضريف في وزارة الخارجية إقالة أمير عبداللهيان وتعيين جابري أنصاري مكانه وأيضا تعيين ناطق جديد باسم الوزارة الخارجية كانت هذه ضمن ترتبات يريدها التيار المعتدل من أجل التمهيد لفتح حوار إيراني سعودي وأراد الحرس الثوري أن يستبق هذه الخطوة بقطع الطريق على مثل هكذا مبادرات قبل نضوجها وقبل إعدادها في المسألة الثانية هناك الآن قلق أمني إيراني عالي الشدة تعيشه إيران منذ حوالي أسبوعين إلى الآن هناك عمليات إرهابية تمت في مناطق مختلفة من إيران تم اتهام القاعدة بالضلوع فيها هناك خلايا تم الكشف عنها في طهران هناك تحرك للشعوب الإيرانية غير مسبوك خلال شهر رمضان شاهدناه في الأحواز بلوشستان وكردستان وتم قتل وإصابة ومهاجمة عدد كبير من وحدات الحرس الثوري في أماكن مختلفة في هذا السياق من القلق الأمني تتهم أوساط في الحرس الثوري المملكة العربية السعودية بالوقوف خلف هذه التحركات وبالتالي يريد الحرس الثوري إرسال رسالة إلى المملكة العربية السعودية ومن ضمنها بالطبع الدول المتحارفة مع مملكة البحرين بأن الحرس الثوري جاهز أيضا لإشعال النيران في المنطقة عن طريق إيجاد مثل هذه الاختلالات الأمني ما هي أفضل أوجه وليات المواجهة تجاه رفع السقف هذا بداية لابد أولا من تحجيم مثل هذه التصريحات في حجمها الحقيقي أنا لا أعتقد بأنها تصريحات جادة ولا أقصد بذلك أنها ليست خطيرة هي تصريحات خطيرة بالتأكيد لكنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية للنظام الإيراني الآن هذه تحركات من قبل قوى معينة في داخل النظام والحرس الثوري هذه القوى تريد أن تقطع الطريق كما قلنا على أي تقارب سعود إيراني أو أي حلول يمكن أن يسعى روحاني وفريقه المعتدل إلى مقاربته هذا من جانب آخر نحن نعرف أن الطريق إلى إسكاة إيران عن التدخل في المنطقة وأشغالها بنفسها وما يجري الآن في الداخل الإيراني من تحركات للشعوب الإيرانية باتجاه المطالبة بحقوقها هذا باعتقادي كفيل إذا استمر وإذا تم توفير على الأقل الدعم السياسي له أن يشغل إيران بنفسها ويكفها عن التدخل في دول المنطقة والمحيط يعني هناك من يشجع على هذا الرأي وهو أن يطرح فكرة بأن دول الخليج تدعم أهل السنة في إيران أيضا هل تراه مجديا صراحة؟ أنا لا أتحدث عن دعم بمعنى كالذي تفعله إيران تدخل من خلال دعم بالسلاح والتدريب وغيره أنا أعتقد أن هذا الأمر لا ينسجم أساسا مع طبيعة دول الخليج العربية باعتبارها دول تطرح نموذجا تنمويا وليس نموذجا ثوريا كالنموذج الذي تطرحه إيران لكن أيضا يجب أن لا نغفل أهمية مناصرة قضايا هذه الشعوب في إطار حقوق الإنسان وفي إطار حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها نحن لدينا العرب لدينا البلوش لدينا اللور لدينا الكرد لدينا التركمن شعوب كثيرة في إيران تتطلع إلى حقوق طبيعية تتطلع إلى تدريس أبنائها بلغاتها الأم تتطلع إلى أخذ حقوقها في التعينات في الدولة وهذه أمور يمكن الوقوف إلى جانبها هل استوقفك أيضا رد حزب الله على الخطوة البحرينية؟ هو بالتأكيد دائما حزب الله يعزف على النغمة التي يريدها الحرس الثوري وهذا أمر اعتدنا عليه وبالتالي لا أعتقد أننا يجب أن نوجه الأنظار إلى حزب الله ماذا يقول أصل الأساس الذي يتم في هذا التحرك هو تحالف بيديت القائد خامنئي والحرس الثوري في إيران هو الذي يهندس هذه الردود وتتحرك في إطارها منظمات مثل حزب الله مثل الحوثيين جماعة أنصار الله وغيرهم في المنطقة الذين يعدون أنه ليسوا أكثر من وكلاء يكررون ما تكرره مراكز القوى الرئيسية في النظام الإيراني وبالتالي باعتقادي أن يجب أن نوجه ردودنا باتجاه مركز الثقل السياسي والصنع القرار السياسي في إيران وليس باتجاه حزب الله وهذه التنظيمات التي هي عبارة عن مكرر لما يقوله هؤلاء كيف تفرغ تصريحاتك هذه؟ ما تقول الإدارة الأمريكية دائما بأنها تقف بحزم تجاه أي تهديدات إيرانية لدول الخليج كيف تفرغها من معناها؟ أولا نريد أيضا أن ننكر الدور الإيجابي الأمريكي هناك ضغوط أمريكية مورسة على الحكومة الإيرانية باتجاه إقالة أمير عبداللهيان ونجحت هذه الضغوط مع ضغوط اللوبي الإيراني في أمريكا ناياك الذي ضغط على وزارة الخارجية من أجل إقالة عبداللهيان حتى يمكن تمهيد الطريق للحوار بين السعودية وبين إيران هذه الضغوط جاءت بنتيجة وتم إقالة هذا الشخص لكن أن نفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنوب عنا بمواجهة المخاطر الإيرانية في المنطقة فأعتقد أن هذا أصلا بطالب ومبالغ بها بالنهاية هناك تقاطع مصالح أمريكية إيرانية موجودة في المنطقة ويجب أن نتفهم ذلك ما الذي أخافهم في إسقاط الجنسية عن هذا الشخص عيسى قاسم في النهاية هذا أمر تقول البحرين بأنه حماية لأمنها واستقرارها وبأنه كان يحرض على عدم استقرار البحرين حزمة الإجراءات فضيلة التي أقلقتهم وليس فقط إسقاط الجنسية يعني مسألة حضر جمعية الوفاق ومنعها وإتخاذ الأمن البحريني إجراءات صارمة بحق من يخترقون الأمن والتنظيمات الإرهابية التي تجري هناك كشف شبكات متعلقة بالحرس الثوري سابقا كشف أسلحة وكشف عمليات تدريب قام بها الحرس الثوري الفضائح التي تلقاها طوال العام المضى هي تراكمات وحتى ما حصل في الكويت أيضا يجب أن لا ننساه وما حصل أيضا في المملكة العربية السعودية يجب أن لا ننساه هناك خسائر تلقاها الحرس الثوري في نشاطه في المنطقة وجزء من هذا الثمن الذي يدفع الآن إقالة عبداللهيان وقد تكون في المستقبل إقالات أخرى في قيادات العرض الثوري هذا جزء من الثمن الذي يدفعونه بسبب هذه الإخفاقات التي جلبت لإيران أضرار ولم تجلب لها مكاسب شكرا جزيلا لك محمد الزغول الباحث في مركز الإمارات للسياسات شكرا أهلا